مساء الفل يا زعيم ومساء وصباح جميل على كل اللي معنا وعلى وديع بصفة خاصة. واخبار مصر اللي هي ما بتخلصش. احنا بنخلص الفيديو بتاع الاسبوع اللي فات. بيطلع لنا بعدية بتالس ساعات يعني. بعدية بتالس ساعات. احنا مولحقش يعني. فاعنا عندنا احنا عندنا خمس ترندات حصل الاسبوع اللي فات. او لهم لك بس عشان تبقى عارف يعني يعني احنا مدى الترندات وتفاهيق. ومعدنا ترند كل يوم. اه اه احنا من الحقش ترند لو قاعد يوميني بقى كده اه يعني اه. الزبط فاشل. فاعنا تاليا الاسبوع اللي فات بمهر سامويل لو تعرف ويان ده واحد من الكبار الكنيسة البروتستانتية في مصر. اعرف بس ما 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 تبعتش الكلام. هو كويس انت متابعوش يعني لان هو فعلا ما يتبعش يعني. بس هو ليه شعبه تبيره وتلع كفر اغنية بتاع تشيرين وبتاع. وبعد اه اه أه هنا وصلنا كده ايه ؟ ليه ليه عندنا خرطنا عليكم عليكم ميقعدتي احنا من زمان وهنا كده وبعد كده تص 굿 الصباح تاني يوم PEA أنا لقيت صوار شيخ مدهنن ملوش اي 3 الازمة التجاني وان مش فتاهم ايه دلح ان هو طول على متحرش ازيوج، ولا يعني انه مش جديدة يعني متهيال ان دي هو رجل دينه يساوي اه! دجال متحرش اول جديد اه! 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 هيه يا جماعة! ده كلهم بدون السناء اه! عادي جدي! اه! اكراف اول الاثلاثة والقلات في امريكا تقولك في امريكا للرهبان بتبت لأي عم في اين؟ وبعدين نصحى الصبح نلاقي ايه اسعار عموية البتكاز والدرود في السماء والحكومة بتقولك هي لسه مدعمة وانا شابت فعلا ان هي لسه مدعمة لان احنا المقرنتها باسعار التنكات الغاز هنا احنا بنتكلم في الانبوبة هنا عشرة لتر بتملاقة اقل حاجة بعشرة دلار اللي في مصر نفس الحجمة تقريبا بتقيميلي النهاردة بمئة وخمسين جنيه فلو انت ادربت عشرة دلار بطر لا يبقى لسهرهم حتة حلوة ايه تحرق وده اللي عليك لحكومة وبعد كده يا عم نصحى الصبح تاني يوم تسمع ان في بلاوة بتحصل في اسوان والحكومة مطميشة طلاش ابن وسخة مفيش ايه تعليقات وبعد كده يطلع المحافظ يقولك زي الفل والدنيا زي الفل ومفيش مشاكل ودي كلها حاجات مغردة وانشاعات وبتاعه وادفع بقى ترند الحصر الاسبوع ده هو محل اسمه بلبن المينيو بتاعته قسميها مش حاجة الناس فعملين حاملة بقى انززاي الاسامير ده مشوفتها اوش خالص دي لا ايه 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 نحلي بيها نحلي بيها فيه بقى يح يح ومش احياحة وحاجات كده يعني فهو دي احنا احنا عايشين بقى في الهرتيلة دي. سندويش يح يح. اه 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 ان هو بيعمل حاجات حلويات يعني فهو. ده انا انا فاكر كان فيه مؤمن 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 بتاع الاخوان المسلمين. كان عنده سندوي. اه? من الفيادرة. اه? لقيت مرة كنت معه طرق الله يمسيب الخير واحنا ماشيين كده واحنا عندنا واحد مؤمن جميل جدا في مصر الجديدة. قال لي ما تيجي نضرب اتنين في يجل. احنا مش كابلنا على الكلام ده. قال لي لا تعالي بس احنا حيعجبك. وراح داخل وجايبين سندويش يح. اه اه اصي فوت محترم يعني. عشر تلاف كيلو كالوري فوسفورات بقى وبتمت منه وبتاعوا حاجة في يجلو بجد يعني. بقى اسمه احنا 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 نغطي اكبر قدر ممكن في هادي انا بس عندي نقطتين بسرعة وزي ما قلتلك في الاول انا احيانا بسرح في الكلام اه فتوقفني فرميلني النقطة الاولانية عما يحدث في المنطقة كلها منطقة الشرق الاوسط كلها وان احنا مش امتى هتقوم حرب ولا ايه احنا قردي هناك احنا قردي في حرب دي حرب اللي بيحصل دلوقتي دي حرب الحروب التقليدية بتاعت جيوش تضرب في بعض صعبة قوي للوقتي الان كمية الدمار اللي فيها هتبقى عالية جدا على الطرفين يعني مفيش فيهم حد حينتصر بشكل حاسم يعني احنا اسرائيل بتواجه شوية ميليشيات سواء في غزة او اليمن او جنوب لبنان ومهجر اللهم حوالي تلاتين اربعين الف من شمال اسرائيل ومحتسين في غزة وبتاع فحرب بجد صعبة قوي اللي بيحصل دلوقتي هو عمليات نوعية جديدة ضرب بالسواريخ وعمليات اغتيال ومش عارفية وبتاع وده الحرب حديثة قوي ما بعد الحرب الحديثة اللي هي بتاعت الدبابات وبتاع بكتير لانها هايلد ولوكوست في الاخر يعني بتعمل النتائج والتكلفة بتاعتها البشرية والمادية مش عالية زي لو الجيشين ضربوا ببعض البيتجر اللي بيفرقع ده حاجة بديدة تماما او 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 ده هي دي نقطة تانية يعني برضو معلش بعد اذنك فاريح اقولها بسرعة ان اللي حصل ده فكرني انا شخصيا وانا بعترف بكده بحاجة انا كنت تقريبا تغاضيت عنها او نسيتها في السباعة الاخيرة وهي التفوق التكنولوجي رهيب لاسرائيل ودي حاجة مش سهلة يا جماعة يعني از اي حد فاكر ان احنا عندنا اسلحة حديثة ومتطورة وحطير وحنضرب وحنوقع ومش عارفينه بتاع يعني ويكب احنا بنحلم لان كل الاسلحة دي كلها بجد كلها بدون استثناء فيها نقاط ضعف وهم عارفينها كويس قوي ولن انسى ان احد الجنرارات الامريكان كان وعمل في الشهادة بتاعته قدام لجنة الشؤون الخارجية الامريكية علشان يبيعهم مصر طيارات على ما اتذكر انه قال لهم don't worry we have the software ولو حد يفتكر انه اسطول الطيارات المدنية بتاع القذافي لما عملوا عليه حصار كان كله اير باس لانه قالك مش هشتري بوينج ده امريكاني انا هشتري اير باس دول الFriendly قاعد في الارض لانه هم يعملوش تدיד للفيدي Source وانا متاكمل اللي بقوله دلوقتي 100 في المينى 110 في المينى الطائرات المصرية المقتلة اللي موجودة عندنا لا تسوي شيء وا انا مش اول واحد بقولها دا حتى مهتير بتاع ماليزي عليهم وفي خبر شفته النهاردة بتكلم على ان مصر بتاع ناوية تستورد طيارات من الصين بس يعني مشكلة مع نفسي مشكلة يعني ايه اه ما ايه يعني ده ما هتعايق الاخراصة ايه ما ايه ما ايه ما ايه يعني انت انا شفت الصورة فتصل على رحمة ضحك ومفروض انها محطوطة من باب التفاخر يعني ان عدك تنفسي اخوي مش عارف كام وثلاثين وميراج وبتاع ده ورفاية واف ستاشر حوالي اربعة نوع فقلت ده كل دولة صوابع على مواغزة بتبعبصنع يعني انت عندك اسلحة فرنساوي وامريكي وروسي وطلياني والماني وكل الاسلحة الاجهزة انظمة الاسلحة الحديثة دي ما سواء بجدفاع جوي او طيران او بتاع كلها قايمة على السوفت وير وكلها فيها باجز واللي يقولها غير كده اضربوا بالشبشت والله فيها باجزي على ايه الباج في لغة الصوفت وير معناها مشاكل اه بس برضو في نفس الوقت هي انت الناس اللي بتصنع حاجات دي متحكمة فيها اه اه انا مش قصدي انها مشاكل بمعنى لا انت قصد برض يعني مخترطة مخترطة تماما وان هو ممكن يوقفلك التراضي على الارض مطرش ولو طارت مش هتضرب سواريخ ولو ضرب السواريخ مش هتعرف تنشن هتبقى انت مفروض الحرب الجوية الحديثة انت بتضرب طيارة مش حيفة بالرادار بتاعك بتنشن على طيارة انت فعلا مش حيفة بالعين مجردة على بقى تلاتين اربعين خمسين مئة كيلو حتى منك بتضربها بصاروخ الصاروخ ده مش هيوصل وانا متأكد من الكلام اللي انا بقوله مئة في المئة وفي معاهدة احنا وقعنا عليها كان حسني مبارك رافت اللي طيار في الاخر رافت تماما يوقع عليها ان اسلاح الطيران المصري بيخش في معاهدة اللي هي ان الطيرات اللي صديقة متضربش بعد دي عبارة عن انك بتحط في سسر التوجيه بتاعك والديتكشن وبتاع صوفت وير معين يخليك ما تضربش طيارة عليها سيجنال او سيجنتشنال محددة وطبعا يعني انا مش محتاج اقول ان اسرائيل عضوة فيها يعني انت عطل على الطيرات بتاعتك وانت طيرات الاسرائيلية هيعور يقولوا البعد باي باي ده ازا كانت اسرائيل حتها عاملة نفس الحكاية وممكن جدا يحدفوا بعض بالتوب مثلا او يرى فتح الاختابة والحادفوا بالتوب او ضربوا بالمسدس او زي الحرب العالمية الاولى 1114 عاملة 2015 تعارف ابتدت كده كانوا طيارين اساس الطيارات كانت طيارات استكشاف توجيه مدفعية يطلع فوق شوية كده طيارة الحيلة اللي كانت بتطير دي يبص يقول المدفعية بتاعته اضربه الناحية دي او الناحية دي وبعد كده لما بقم يقابلوا بعد بقى مدربوا بعد بالمسدسات يعني الطيارة الالمانية او شاناش نعتغي انجليزي طيارة الانجليزي نعتغي الالمانية بالمسدسات والطوارة بقى وصلت للرشاشات بعد كده وبتاع في التطور تكنولوجي غير طبيعي في سنتين المهم فالفابوة التكنولوجية دي غير مرعبة وبالرغم من كده التمن اللي بتدفعوا اسرائيل وهو متفوق تكنولوجيا جدا عالي جدا يعني لما عندك تلاتين اربعين الف واحد متر مهجرين من لوتهم ومستعمراتهم ومشعر فيه في الشمال والحسن اللي هم فيها في غاز رغم التمن العالي جدا اللي دفعهم الفلسطينيين وبعدين ابو يمن بيجيبهم اليمن ما دي مشكلة تانية الصواريخ اللي بعيدة دي بتوصل ازاري يعني فيه الساروخ بتاع اليمن الاخير اللي نزل قرب المطار الليد ده عادة في القمة الحديدية وعادة في البتاع دي كلها بس هو اللي انا بقوله من زمان ان احنا قدام طرفين في رأيي يعني فيه مشكل كتير كلهم المجرمين يعني محدش يقولي ان فيه طرف وسي خطرف كويس ثم الاتنين بالنسبة لي انا كل الانزمة العربية دي انزمة ديكتاتورية معفنة ولو احنا هتكلم على مصر فيها نزام احتلال يعني وش يعني لا لا وميليشيات اسلامية اللي اتماعي بتاعها زي الزفت ولكن فيه فرق فيه ان الطرف الاسرائيلي للأسف للأسف ودي حاجة ندعاني ان هو عنده تقبل تكنولوجيا وبيحترم العلم واحنا بنبعد بالمشوار وبنعادي العلم وش وش كبه عينك يعني وما فيش عندنا اي قدرة دلوقتي على ان احنا نعمل مواجهة حقيقية انما رغم من كده اللي يقولك ان احنا داخلين على حرب احنا قريدي في حرب هي دي هي دي وانت لو دخلت فيها احنا مصر يعني هتبقى كده هتبقى غراط وسواريخ بتتضرب وده مش هيبقى الفرقة الرابعة المدرعة احسنان شايف ان مصر يعني الجمرالات بتوع مصر عارفين كويس دي هي دي هم مش هيعملوا حاجة هم مش هيعملوا حاجة يعني هم عارفين كويس قوي ان هم ولا حاجة ولا حاجة وهم اصلا مركزين في الجزء الاقتصادي احنا عايزين نعمل مسارع سمك نبيع زيت وصد احنا معرفش ايه نعمل قعات افراحة نعمل معرفش اي حاجة فيها حاجية بلوس اماما نخش في حربة بقى وتعبقى عامة وابعد امريكا لسه بقى بضاهم يعني امريكا لسه بقى مليار مص يعني مش وحشين مش وحشين هينفقوا في العيد هم بيخلصوا في ما ولا حاجة يعني بس هينفقوا في العيد يعني بس فهي دي احنا في حرب قريد يا جماعة وحرب غير متكافأة تكنولوجيا وهي مش هتزيد عن كده ان احنا هنقعد ندقب بعض من بعيد وحيبقى فيها ضحايا مدنيين عادة سواء هنا او هناك ومفهاش اخلاقيات كتير وهي كده ادي دي حرب دي حرب في قريدي اه حننجرر لها او لا امعرفش احنا ممكن تتلاقي ادي الله ودي يعني ودي حكمة احنا على فكرة حد لو تجررنا لها احنا كده كده يعني احنا لو افترضنا ان احنا مدخلاش في حرب مباشرة انت كل ده بيأسر عليك كل ده بيأسر على المنطقة يعني بيأسر عليك اقتصاديا وكل حاجة او ان ممكن يجي لك لاجئين ما تعرفش بقى هجي لك ولا مش هجي لك ولا هيبقى دعفنة يعني هيبقى فيه يعني هجي استثمر في المنطقة ملعب انت وصف زي كده يعني بالضبط ومين اللي هيجي تفسح عندك والدنيا لابش فالدنيا يعني بغض النظر بقى مصر دخل في حرب مباشرة او لا بقى الحرب اكيد بتأثر على المنطقة اللي ما يعني صحح يبقى هي اولا ان احنا قريدي في حرب الشرق الاوسط في حرب قريدي هي دي هي دي مش مش ممكن ما تزدش عن كده وتقعد كده كتير يعني اواخد بالك ايران وعروا كده كتير يبقى يلعبوا يشاوروا البعض من بعيد والحاجة التانية زي ما انت قلت بالضبط انها كده او كده حتى لو احنا ما عملناش اي حاجة هتأثر علينا اقتصاديا بالذات الحاجة التانية مدام وصلنا الاقتصاد وانا بعيدها تاني يا جماعة مش هيحصل الامل بتاع الازمة دي هتتحل الازمة دي مش هتتحل الازمة الاقتصادية المصرية مش هتتحل هتزداد سوءا فقط ومش هتتحل مفيش حاجة اسمها كمان ستشر ولا تلاتة شهر ولا سنة ولا اربعين احنا وصلنا الناس بتقولك انا الاقتصاد المصري هبقى قوي جدا الفين خمسة وسبعين ابن الوزق او انت بطير افكاري انا انا عارتها اربع مرات وانا اروح بالضحك ده وزير المالية الامريكي ما يدارش يقولها جيو بنج بتاع الصين ما يدارش يقولها ان الاقتصاد الصيني الفين وخمسة هو بالكتير قوي يقول الفين واربعين ده يبقى يعني معلم انهم الفين وخمسة وسبعين دي نظام احنا بقى بجد يعني دي اللي محتاجة احنا بجد ايه يا ابني ايه ايه انت بتكلم فراخ ولا قطط بلدي عادة في الشارع تعال اولاد انت بتاعي الاقل انت ولد النهاردة بقوله كمان خمسين سنة حتى بديني كويس فتحس ان مجنوب يكلم مجانين يعني انا اسف يا جماعة بس مش كده يعني فطبعا ولا حتى خمسة وسبعين احنا لو مشينا كده انت عندك الصورة بتاعت الاقتصاد كمان عشر سنين لو عندك لان دي مؤسسة دولية محترمة جدا على فكرة اللي عملاها يعني بتتنبأ بالاقتصادات بتاعت العالم كلها هتيبقى شكلها ايه اظن سنة الفين واربعين او حاجة زي كده النمو بتاع الاقتصاد بتاع العالم اه عشر سنين اه ان الهند هتبقى الاولى الامارات بعديها اندونيسيا اشوف اندونيسيا فين? هتعمل 5.5% اه تركيا معلش انا عارف في ناس بتتخض لما تسمع اسم تركيا بس تركيا اربعة في المية لما بنقول ان تركيا هتبقى هي كبير من المنطقة بيزعلوا يعني الناس ماشي يا اخوانا تركيا هتبقى هي كبير الشرق الاوسط في ظرف سنوات وكله حيسمع الكلام الصين مش عارف ايه دور بقى انا دورت يعني حاولت ابص على بلدين كندا ومصر مفيش لأ كندا موجودة طبعا بس مش مهم يعني امريكا 1.4 تبص تحت بقى المانيون انا بتكلم على الريل جي دي بي اللي هو النمو الحقيقي اه نمو الحقيقي للبلد اه كوريا امريكا 1.4 اليابان 1.2 كندا 1.2 which is low لان استراليا اعلى مننا واحنا دايما بنقارن باستراليا استراليا 2.1 مصر مش موجودة خالص في الخط الاعجلاتين اللي هي المفروض مديونة اكتر من اه 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 يعني مش حطلنا خالص في الخطة اللي فيها حوالي 25 دولة يعني مش موجودين هنا فالازمة الاقتصادية اللي احنا فيها ماش هتعدي ولا حتى 2075 يا اسماك ايه ايه مش تحدي طول ما النظام ده موجود بس اه طبعا طبعا ولو النظام ده في يوم من الايام برضو تشغل هنقعد فترة متعامل كده كامل نصلح في اللي عمله اه 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 بس اشبه كده خربانة كده خربانة احنا وصلنا من نقطة اللي عودة انا اسف يا جماعة بس احنا فعلا وصلنا ومن كزا سنة على فكرة نقطة اللي عودة دي من 2018 2019 واي حد بيهم اقتصاد يعرف ان انت في اللحظة اللي تستلب فيها علشان تسدد ديون واقصاد يبقى خلاص وقعت واقعت الحلوة لحد تسمى عليك كده باكستان نفس الحكاية الارجنتين نفس الحكاية الدول الافريقية كتير نفس الحكاية احمد كوجاك بي اه بي اه مبتسم وبيقولك الوضع اقتصاد في مصر ربنا اطمنك بي متومك يعني اه وانا هندي عارك الهاضر اي صن المطامن من اي ناحية اذا كان مسألة المعنى الطماطم مصل باربعين جنيه لالله احنا الاسبوع اللي فاك كان بيقولك الطماطم من تلاتة كيلو بمية. النهار ده لي اتنين كيلو بتمانين يعني يعني ويتلعن لنا واحد يقولك يا رئيس شعب بمطل ما ايه ده انه معارش عامله شعب. مش عامله ده ايه ده. انا معارش اه في ط Short ده اه اه بصعب. ويقولك ان 180 جنيه بمطلها ده سعر الخير. فهو ده يتكلم ان الكابتون هده عرفه 30 دقيب فهو شايف النساء التجنيه البيضاء ده ده رقم بخيص بيقارن بكندا مثلا؟ على حيث اقولك ان انا عدت فعلا في يوم عدت قارن انا بفتر بكم والناس اللي هتفتر زي في مصر الكاب انا لقيت ان انا بفتر في اليوم الصبح بلتين وحبتة جبنة والريف عيش وكوبات نسكة فيه انا بصرف في الحاجات دي دولار ونصف في مصر الي انت بتتكلم عليه ده مش اقل من اي خمسين جنيه مثلا احنا بنتكلم البتين في مصر بستاشر جنيه وحيطة الجبنة والمعربشيه احنا بنتكلم في ارقاب يعني اي اي او وانا اكيد مش بقبط ا الفين جنيه ولا تلات تلات جنيه في مصر فيه ناس بيقبط الف ونص جنيه بولا ويه يعني عشان بس اللي فاكر ان الناس كلها بتبعد عشرين وثلاثين واربعين ده حميمي الفيديو بتاع السيد ده انا فعلا عايبت. حايز اقولك انا فعلا عايبت. الفيديو ده انا بكيت. يعني ده انا بكيت. وانا مصدقها مليون في المية. سيد بتشتغل لصمس اداب ومعاها معرفش دراسة بعد كده حاجة تربوية معرفش ايه. بتبعد الف ونص. ومشوها من الشغل وعندها ولدين ومنفصلة. والمفروض انها تعيش هي والولدين او الولد. ساعتها الاخر شهر عشرين جنيه بقين في الجيدة. ايه عشرين جنيه في جيدة وده خلاص ومفيش غيرها. مفيش غيرها. انا عايز اعرف وفي ظل بقى ارتفاع اصعاب كل حاجة. الالف ونص دي انا عايز اقولك ان الف ونص دي ممكن تبخروجها. اه اه اه. وكل الناس عارفة يعني. اه اه. فانا فعلا الست دي انا 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 واتفرج على الفيديو باكيت. حقيقي باكيت. انا 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 شخصيا عارف الناس دي. انا من منطقة سبورتينج وكوليوباترا في اسكندريا ودي منطقة تعتعر منطقة متوسطة ولا فقيرة ولا غنيل. والناس اللي فيها للاسف حظهم في التعليم قليل. فولا بيعرفوا انجليزي. ولا عندهم قوية. يعني طبعا فيه ناس منهم اللي بيخشوا طب وهندسة وكده. بس اغلبهم بيدرس حاجات نظري. اه اه اسموه ايه كلات اداب واخدمة اجتماعية وحاجات دي. اه. في الاخر بيطلع معاش شهادة بس الشهادة دي. يعني لو واحد معاس انا انا يعني زيه زيه. مش فرق. فطبيعي جدا هيشتغل ايه? هيشتغل حاجة بكتبية. بيقايد في دفتر. اه بيبيع في محل. اه واقف على كشير. اه وهكذا يعني. فطبيعي جدا وفي ظل العزمة الاقتصادية دي ان المرتبات تبقى ضعيفة بالنسبة لناس دي. وعلشان ما حدش يقول ان احنا بنلوم الناس هو ده اللي موجود. يعني انت لو عندك قاعدة صناعية بتكبر زي اي زي تركيا. مش هقول زي اه كوريا ولا زي الصين ولا بتاع قاعدة صناعية. حتلاقي الناس من غير ما انت تقول لهم بيحاولوا ان هما يلتحقوا بالوظائف اللي في القاعدة الصناعية دي علشان بيقباضوا فلوس اكتر. هتلاقي الطلبة بيخشوا معاهد فنية ومدارس سنوي فني. هيخش معاهد صناعية. هيحاولوا ان هما يتعلموا صناعات وعمال مهرة. من غير ما انت تزن عليهم. انما لما ما يبقاش في حاجة واعمل ازاز لحمة. طب انا هخش الصناعية وبعد كده. العيال يعني انا على ايامي العيال اللي مش شطرة ودول كتير. وعلى فكرة الشطرة دي مش عيبة. يعني مش 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 لازم كل ناس تبقى شطر. يعني طبيعي جدا عيبة في ناس اسكية وناس يعني ناس انا مش شطر في الكورة. بس في واحد غيري شطر في الكورة. وفي مش لازم كل الناس يبقى دمخة علمية. عادي جدا ممكن تلاقي عاجات تانية. وهنا في كندا مش لازم كل الناس تخش جامعة. في ناس بخش معاهد وحاجات فنية وبشتغلوا كويس. وبشتغلوا كويس. اه في مصر. اه وفي مصر بقى مش لازم كل الناس تخش كلها الطب والناس. اه ولو كلهم دخلوا كلها الطب والناس طب مين اللي هيشتغل بقية حاجات. وساعتها برضو مين اللي هيلاقي شهوري لكل الدكاترة والمهندسين وهكزا. طبعا احنا في نقص في الدكاترة بالسعمة ان ده موضوع تاني. لان برضو مرتباتهم مضعيفة. الدكتور اللي بيطلع بياخد تلات تلاف ولا اربعة تلاف جنيه. حامل ديهم اي يعني. حامل ديهم ايه. وكل مين دكتور في واحد منهم مشهور بيفتع هذا بياخد الافات. اه مات الالافات. بس بس الاغلبية مش لقيتات. اه ومش كل المدرسين بيبدو دروس في الصيف. انا عرف اخصائيين يا فاري يعني ان الواحد عارف ناس كتير. اعرف اخصائيين مش لقين شغل في مصر. اخصائيين امراض ناسة وبتاع. وبيحاولوا انهم يسافروا ويهاجروا ويعملوا كل حاجة. لان هو مش قادر. يعني هو بيشتغل في وزارة كطبيب له في وزارة ولا ادارة ولا مصلحة. وفاتح يا ده وبيقول ما اعظم الوقت ما اعملش حاجة لان ما في يعني مش. زاد ان طبعا الناس ما معاناش فلوس. فهم كلهم. يعني انا سمعتها من اتنين بصراحة. واحد عارفه شخصان التاني بس مجرد كده على الفيسبوك. اه حقيقة في الدين امس العيادة وينور على حاجة بقى في دبي ولا في الهند ولا في جنوب افريقيا. وحنا بقى نفس التعامل على الصيدليات. فيه صدرات ايه? وبعد كده يطلع لك مدبول يقولك احنا بنصدر ادوية بمليار ونص بين طبعا. مليار ونص. والناس اللي موجودة في المصر دي تعمل ايه? يعني مهم الدولارات. اه تخيل ان هو يعني اه في مصانع بتاني تجو بتاع بس بس رايح هتصديق. والسنة جاء يقولك احنا عايزين نصدر باتنين مليار وثلاثة مليار قبل اه متين تلاتين. طب والناس مش 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 لايه لادوية. تخيل ان انت عندك مصانع عدوية في مصر بتصنع عدوية وتصدرها والناس في مصر مش لايه لادوية. دي حاجة مش طبيعية على فكرة. فعلا دي حاجة مش طبيعية. حاجة حزن يعني. الكلام بتاع ياسر على فكرة صح. احنا ده لو مستعمرة مش هيعملوا فيها كده. بالزبط? فعلا يعني. يعني هو لو في المستعمرة هيبقى فيه حد ادنى للنهب علشان يحافظ على القوة البشرية اللي بتشتغل عنده مش هيوصلها للمرحلة دي. واللي ما هيبقى فيه مجاعة ولا هيبقى فيه ازمة هيحاول على الاقل انها ما توصلش لجموع الناس. يبقى محدودة في ممتاج وغرافية او حاجة. فاللي بيحصل ده نهب غير طبيعي يعني. وبغباء يعني مش مقاب عادي ده ده فيه غباء عادي عنصر غباء عادي. اللي هو انت تعمل تحلب في بقرهات ما تموت. اه هو مش مش بس غباء اه هو عدم اكتراس لان البقرة ما بترفص. ما هي البقرة هتعرف انها بتتعب لما يبقى خلاص ماتت. انما لما بترفص ما بتعملش حاجة. وكل يعني القدرة المصيرين على التأقل مع اللي بيحصل فيهم ده غير طبيعي. غير طبيعي. بشوف فيديوهات كتير زالت. معرفش يا زالت ولا اني بقيت اغص عليها اللوجريتم بتاع الالجريتم بتاع اسمائيلي. بتاع يوتيوب اي جبالي. الناس كتير جدا بتطلع في التلفزيون تسيب الدينة عالية كده بطول قسميها ومش همامها يعني. انا عايز اقول لك الفيديو اللي انا عملته ده اللي هو عد اوبع ساقة عشان عامله ده. اتشاف دلوقتي متين وشوية الف مرة. اه وده معناه ان هو الناس بتشوف والناس عارفة والناس عايشة المأساة انت احنا دلوقتي المدرس ده خليت اقول لك كل البوستات دلوقتي بيقول لك ايه اللي يقدر يدي ولاده سندوتشات زيادة علشان اللي ما عنداش في عائل بتروح المدرسة من جير سندوتشات ده حقيقي. انا مسعدة. دركت ان اصحابنا في كندا هنا في كزا واحد منهم كتبوه على الفيسبوك بتاعهم يا جماعة اللي في مصر. انا عارف الدنيا زحمة وبتاع بس ياريت حط سندوتش الزيادة. لان في اولاد بتروح المدرسة مع ابنك او بنتك معهمش اكل. فحاولوا انكم يعني كاساة وبعد يا جماعة. وده اللي بيحصل مع الفقر عادة ان ما ما عاليده. طيب. بنا مش حارفة اللي ايه بالصوات. لا انا ولا كله زفت. لا انا احنا بحاول الاخبار اللي هي بتاعة الغاز الحقيقي لان البوتاجاز ده يعني النقلة الزيادة رهيبة. عايز اقولك ان هم يعني شوف الزيادة. انا فاكر لما كنت في مصر قبل ما راكب غاز طبيعي في الجهة بتاعت القاهرة كنت بجيب الانبوة بتلاتة جنيه. ففعلا احنا قبل ما انا سافر كان بنتكلم في تلاتة اربعة جنيه. دلوقتي وصل للمية وخمسين جنيه. وفي خلال سنة اهل من سنة. في ست شهور الزيادة زادت مية وخمسين جنيه. وانا فعلا لما دخلت شوفت اسعاء وهو اللي بيحصل ان. انت وخب بالك انها زادت مية في المية في سنة. اه 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 اه. خمسة سبعين مية خمسين اه اه اه. مية في المية. المرتبات ما زادتش. لا لا لا. يعني لو زادت عشر وعشرين في المية بكتبر خير التاني. اه 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 انا فعلا بصيت لان هو هو تدولي بقى بيقول لك ايه احنا خلاص مش هنعرف نصطور. يعني احنا اه اه بيقول لك ان احنا بان اتحمل دعم حوالي ماتين واربعين جنيه. وهو فعلا كده. لما تزود متين واربعين جنيه على مية وخمسين. يطلع لك في حلول الربعمية جنيه الانبوب. انا هنا عندي تانك كده علشان الباربيكيو. اه تقريبا في نفس الساعة عشرة لت. بملاها قال قال حاجة لان فيه اكتر من كده. قال حاجة بعشرة دلار. عشرة دلار تضربة في سبعة تلاتين جنيه. ولا ولا معرفش ايه. احنا متكلم فعلا فرنج الربعمية جنيه. وهو متكلم على ان هم حيفاعوا الدعم قرأي. يعني خلال السنة الجاية هيبقى الدعم مرفوع عن كل حاجة. واحنا متكلم على بنزين وبوتجاز وغاز طبيعي. الغاز طبيعي. انا 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 عايز اقول ان تطن بسرعة جدا هنا. اه في حكاية الدولة الدولة الدولة. اي الدولة دي مش مش جاينا من برة. ولا بتصرف علينا من جيب ابوها. ولا من مراس امها. دي فروس نحنا. اولا واخيرا. ان خمسة وسبعين اتنين وسبعين في المية من من عوائد الدولة درائب. درائب مباشرة وغير مباشرة. فارحمه دين ابونا ما تقوليش الدولة. انتم ما بتصرفوش علينا. ما بتتجبوش علينا على رأي ابويا. فلاح. ما بتتجباش علينا. الحاجة التانية طب وموارد الدولة طرحت فين? لما تعرف انها اتنين وستين في المية من موارد الدولة بتدفع بيها اقصاد وفوايد الديون اللي غرقونا فيها ولاد الاحفة دول. غرقونا فيها عشان ما تعملش حاجة. ما لو كانت عملت حاجة كانت بانت. يقولك لا اصلا بتاخد وقت. احنا بقالنا عشر سينين في الخارة ده ومش هتتحسن. ما بتتحسنش. ايه خمسة وعشرين ايه خمسة وعشرين ايه. وخمسة وعشرين ايه اللي هو اكتر من الناتج القومي المصري في سنة. انت الناتج القومي بس لان انا غلط في الارقام المعرفتنا. بحظتك ربعمائة مليار دولار? هم عندهم تريليون. ده تركية اللي هو الف مليار دولار. دولار. واحنا الناتج القومي بتاعنا اقل من ربعمائة مليار دولار في السنة. كله بقى سياحة بالتنجان بحلوة المولد بكل حاجة. احنا ما عدن النفس سياحة يا معلم. احنا احنا بيقولوا ان احنا عندنا سياحة احنا ما عندناس سياحة يا انت في تركيا معليش يعني اي واحد راح تركيا بيعرف يركب اه مواصلات عادية المترو المترو بقى يعرف يركب اه يعرف يتماشى في الشارع يعرف يخش محل يشتري معرفش ايه اه يعدي يعمل شواطين في محل شكله ايه يروح يوعد على شاطئ مش شاطئ اه انت في مصر الاجنبي لو اي واحد اجنبي او واحد ده يسلبس كوي قال لو مش بالتشارط ده في مصر هتقلق انا الكلام بجد اه الناس في مصر بتتعمد اللي جاي من برا لو هو روح ينزل في الشارع بيتعمد ان هو يلبس لبس اي كلام على شو ما عارف ان هو لو لو لابس جزمة حلوة ولا لابس بانطان كويس ومعرفش يبان ان هو في حاجة مش مظبوطة وحيتقلق فانت في مصر الاجنبي ده لو مشي اه في الشارع مش هيعمل فهو اخره ان هو بيروح يقعد منتجع ولا اوتل ويتحرك اه ياريت بيتحرك ده بيتحرك بكونفوي يعني انا واحد صاحب كان شغال في الغرداء بيتلعوا كونفوي مسلا للوس للوس اه من الغرداء اللوس بيحصل ايه اه عربيات اوتوبيسات معرفش وراء بعض واول اول الكونفوي في عربية شرطة واخر الكونفوي في عربية شرطة ده لو لو هم من اوروبة لو امريكان بيطلع اوتوبيس واحد والاوتوبيس الواحد ده مع عربيتين واحدة قدام واحدة مش مهازر والله انا ده لا لا انا صار عجبان او حكاية الامريكان دولا بياخدوا معاملة خاصة في مصر لا هو فيه كان انا معرفش انت كان عندك السلايد ده ولا ايه اللي هو خطورة الدول على الستات من مصر رقم ستة او سبعة بعد دول فيه محروب يعني اصلها مش مش بيقولك ما يقولوا للستات ما تروحوش البلاد دي لانها فيها خطورة عليكم يعني اه جنوب افريقيا البرازيل البرازيل ده البرازيل ده البرازيل يعني روسيا تخيل المكسيك ايران دومينيكان مصر الامر سبعة يعني المغرب الهند تايلاند انا كنت فاكر انا مش فاكر قريته بسرعة كده نعم اذا احنا فعلا مصري خطر على اي واحدة مش في الشارع اخبر مصري اخبر مصري اه 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 اخبر مصري اشتبتكلم عن المصريات شخصيا حياتهم جحيمي الحقيقيا يعني انا 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 يعني بتعاطف اكبر مليون في المئة مع اي واحدة ستة في مصر اذا انا ده محجبة مش محجبة صغيرة بيرة اه متجوزة مش متجوزة اه في المدرسة في الشغل في اي يعني انا فعلا من اكتر الحاجات اللي رياحتني ان انا نقلت هنا ان انا متطمن على امراتي وبنتي. انا مش حاجة بيها. هو من حاجات ال اللي كنت مفتقدة في مصر. انا كنت ببقى الان على امراتي. اه انها تنزل لوحدها. وهي شخصيا كان بتكره النزولة لوحدها يعني يعني انا كنت علشان هي تروح اي مكان لازم امعها. اه ولو نزل ولو نزلت لوحدها بقى واحدة ريسك كبير يعني حتى هوية نزلة اه اه مع ابني مثلا يعني هوية صغير بمسكافل بوساتو بتاع ونزلة اتمشأ في شارع واحنا متكلم على شارع مفروض كبير يعني زي عاد مثلا فنيت ناصر واسا مش بقول لك هي ماشأة في الدوئة ولا ما عرفتش ماشأة في ايه هي ماشأة في حبت عادية اه كانت بتتعكس وهي مسلا واح هتعمل كشف عند دكتور الحامل علشان ايه حامل حاجة وسخ يعني حاجة وسخ وانا قد عاد كده الموضوع مش بيقف على واحدة اه لا لا بقى بيقف على كل النار اخر انا افتكرت دلوقتي بموقف محدد اخر زيارة في مصر من ضمن الحاجات اللي بعملها بعمل لفة عن مكتبات فكنت في مكتبة امكان الشروق في مدان طلعت حرب اللي هو بقى فيه مدبولي والشروق ومش اعرف فانا واقف جوه المكتبة وراح اتدخلها بنتين خواجات او مقروبيين مش انجليز ولا امريكان اوروبيين من بولندا او المانيا او حاجة زي كده انا معلم مفهمش وما بيقولوا ايه بس كان داخلين مخضوين البنتين داخلين جاري واخدوا ودخلوا جوه الولد صاحب او يعني اللي بيشتغل في المكتبة يعني واضح انها بتحصل كتير جدا لانه روح طالع بشومة فادي او ماسك عصايا كده وراح واقف على الباب وراجع واحد يعني كان في واحد ده قال له تعايز ايه? قال له لا ما عشموه. انا كنت بتساني في الشارع في الشارع المبارك. اه? قال له لا ما فيش ابيش. انا بسانيتي كزا مرة يعني. ولا دي واس خلوين كلهم جوهنا على فكرة. اه جدا. كلهم جوهنا. انا مش فاكر ازا اللي كان داخل كان واحد ولا كانوا مجموعة من الشباب داخلين وراهم الودة راح ناطت من ورا الكاش ربنا يكرمه يعني. فاهم عارف واضح انها بتحصل كل شوية. انا عالا كنت ما شوف كده. اه فينو عصايا كده. بتاعة جده ولا حاجة؟ وراح واقف قدامه وقال له عايزيه. قال له انا اطور على قال له لا ما فيش مش موجود خلص. شوف انت مدبولي. راح مشين. ايه لما هم جورنا. اغلب الشعب بيغلط السيد. على طول ما دي بقى. حاجة حاجة وسخة حاجة وسخة. يمكن ان هما خواجات الود اخدته الشهامة. يمكن لو بنات مصين حيطان مش يقولك ما هما اللي ماشيين غلط هما اللي لبسيهم مش عارف ايه. التلاكيك كثير. بس الموقف ده انا افتكرته دلوقتي حالا واحنا بنتكلم. ايوة ومن زمان على فكرة انا بقى كلمة مش حاجة ديدة. لا لا لا. انا بقى انا بقى اتكلم على 2012. انا كنت مرة 2013. انا بقى اتكلم من قبل 2012. انا سفرت قبل 2012 كنت بتخانف الشرم عن الناس. حاجة وسخة يعني. والغريب ان انا بقى الوحدي. يعني يا جماعة ما فيه سبعة الاف واحد ماشي في الشارع تاني. انتوا ليه مطمشين. ودي مرضو حالة غريبة في المجتمع المصف. ان احنا فين الجدعان بتاعت زمان. يعني زمان. انا. انا عايز اقولك زمان. زماني وقتا من نفس وتمانينات. لو فيه واحد في الشارع غلط في واحدة من الشارع. كل رجالة الشعب يفشخوه. اه. كان زمان كده. يعني يا كان زمان كده. لو درامة كلمة مش حلوة على واحدة من الشارع. كل رجالة الشعب توقف. الكلام ده موجود دلوقتي حاجة غريبة يعني. لقوا بيضلطوا البنت. لانها ده الاسهل يعني. حاجة وسخة. حاجة وسخة فعلا يعني حاجة حاجة تعرف يعني. بس يا معلم احنا برضو في وسط الاسبوع كده عادنا لغد دلوقتي احنا لسه ملاموشين مش عارفين ايه اللي بيحصل في اسوار. بقوا بيضا بيضا. لا. يعني احنا الموضوع اه كله ابتدى بشوية اه لناس بيقولوا ان الوضع في اسوار مهد. ومحدش لغد دلوقتي اه بيقول ايه السابق يعني كل واحد عنده شوية كده توقعات او اه الاكيد ان في حاجة غريبة بتحصل في المستشفيات وفي ناس بتاعنا واضح ان في حالات فشل كلاوي بتحصل وايه اه في كلام بقى ان اه احنا مش عارفين لغد دلوقتي المشكلة فين. بس هو واضح ان في مشكلة. والمشكلة ايه عادنا فيها اليومين مثلا والحكومة متنشة كأن مفيش ايه حاجة خالص. لما. وبعدين يطلع لنا بقى التصفحات الاوزاعية ان احنا عملنا كل الاتشاكس وكل التحاليل ومفيش ايه حاجة ومحافظ اسوان يطلع يقولك مفيش ايه حاجة. من غير ما بوص والعمل السيرش عارفت انه ليه هو على طول. اه 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 اه. وضبط صح ايه تقولك مفيش ايه حاجة والمية سليمة ومعرفش ايه. واه احمد موسى يطلع دي كلها اشاعات ومفيش مشاكل والمية يطلع انا فيها زي الفل وبتاع. بس هو يعني اللي انا برضو شفته من واحد اه بيطلع على اليوتيوب اسمه اه مش فاكر كان كان واحد زابط شرطة في الامن الامن الوطني او اه حاجة اسمه شام حاجة. اهم يعني اه الوقت دا بيقول هو ليه علاقات به هو بنسميها الطاقة الواحد في المية او النص في المية. بيقولك ان الناس دي بيكلموا معا بيقولوا لبعض ما تشربوش مية حنفية خلاص. حتى الناس لو في القاهرة بالشرط بس يكون بس الفسفوان يعني. فهو اه تقريبا كده في مشكلة في المية وانا من خلال ان انا محطات ال انا في رأيي يعني ان اكتر. سولي سولي انا ما فهمتش عندك بول سومنج بول هنا. اه سومنج بول. اه حمام سمع. اه اه اه. حمام سمع اه محلة كده كبيرة شو. اه 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 الحلة دي لما الكلور ينزل فيها بعدها بيومين بتلاقي الدنيا عطارها. اه اه والفنجاي طلع. اه فانا شخصيا انا عارف عارف شفتها بنفسي يعني فهو محطة التحلية بتستخدم الكلور علشان تخلي المية قابلة للشرب. لو الكلور قال يعرف ان الدنيا بتبوز وعلى فكرة هنا بالساعات بيجي لنا اه وورنينجس كده يقول لك ان النات لازم تقلل المية علشان المية بتاعك احنا فيها فيها مشكلة. فا اه اه انا اكتر حاجة مقتنع بيها ان في مشكلة في مية الشرب. ومحطات التحلية مش بيحطوا اه محطات معالجة المية مش تحلية اه محطات معالجة المية اه واضح قوي ان فيه ناقص فيه المواد اللي بيحطوها علشان تخلي المية صالح. اكيد بالدولار اكيد بالنقص فيها ناقص يعني يعني ازا كده ناقص يبقى الكولور مش حين اصلا. اه فيه كلام بقى ان فيه اه 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 اصلي بيرموا الجسس في في السودان علشان معالجة. انا انا شخصيا من. مش فاكر قالوا كده على روان جباين. انا انا مع رأي يعني ازاي ما معها واق يعني هنفترق ان فيه ناس بتموت فى اه ايه اللي هخليهم ارموم فى النيل يا. ما يدفنوهم يا. اه اهه. مسلمين قوي يعني. مش عاربة. فقال فكرة ان هما بيدموا جسس في النيل دي انا بالنسبة لي مش عارفة بلحها. بس هو في ناس عايزة تبلحها او عايزة تقنع نفسها كده لان عندهم. العالم مساعدة تقتنع باي حاجة ايه اللي بيحصل. يعني يقول لك ايه ده جاي مع السودانين اللي هو ايه? ده كولرا. طب ماشي مع كولرا عارف تحصل. اه جاي مع السودانين جاي ازاي يا ابن يعني الكولرا دي يعني انا عاليش انا هكون مؤرف شوية. انها بتتنقل عن طريق البراز. طب السودانين جون بيشخوا فيها يعني بيشخوا في النيل. ما مرحموا النيل ابونا. بيقفل يعني حتى لو بيشخوا في النيل. مفروض المية اللي بتخش على محطات التنقية اللي انت بتقول عليها دي. انها اتنا تضفهم الكلام الفارغ ده كون. انما هي انهيار في البنية احنا تاني قلنا البلد رايحة في ستين ده. انهيار في البنية تحتها الحقيقية. اللي هي منا محطات التنقية. دي اساسية. انت بتشرب من النيل. النيل ده بيجي لك بعد ما يكون عد عشر تلاف كيلو. يعني اكيد تلوز في السكة. وبعدين احنا عندنا نظام الصرف بتاعنا الصحي والصرف الري والكلام ده كله كله بيصب في النيل. يعني انا متخقق. فيه معلومة بس قبل ما يعني ننتسى الموضوع ده. اه اللي عنده فلتر ده مش كفاية. الفلتر مش هيحل المشكلة دي. الفلتر لحاجات تانية مش للبكتيري. اه اللي عنده فلتر اه وانا عارف الناس كتيرة مؤتمد على الفلتر لانها بتحاول توفر في اه ازاز المايا. انا عايز اقولك ان انا رحت في الفين وخمستاشر مصر. كنت جبت ازازة لتر ونص كان بالتلاتة جنيه. ده رقم كبير وقتها بالنسبة لي يعني. يعني انا ما كنتش مقتنع بالرقم ده. بالصوات اللي كان موجود. فاكيد المايا المعدنية زادت دلوقتي كتير. ايه انا بجيب اه وان ناين تي ناين دولار يعني اتنين دولار كان دي. اتناشر ازازة ميا كل واحدة ونص لتر. اه لا ما بقولها. لا مش اتناشر اكتر انا فكرة. اقولها اربعة وشين ده. بتاعتكسكو دي كبيرة. ايوة. ايوة. ده الميا الجد يعني. اه. 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 الميا المعدنية مش مياه مش مياه معدنية. اه المياه اللي بتباعة في الازازة. هما كاتبين على الازازة انها اه جاية من مية اللي احنا فيها. بس عشان ما تقاس عارفة يعني. اه. اه. الفلتر. لو مياه جاوفية تبقى ملوسة برضو يا حبيبي يعني. اه. اه. الفلتر مش كفاية. فاللي عنده فلتر يا جماعة. ما يعتمدش عليه. وكل الكلام على ان انت حتى لو بستخدم مية اللي احنا فيها في غاسي للخضار والفاكهة والحاجات دي. مش كوي. مش كفاية. لازم يعني تستخدم اه. حاجات تانية ما فيه بيقوله خل ومعرفش حاجة كده يعني. فالموضوع. الموضوع. 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 الموضوع مش بسيط. بس. اقول لك الخبرات للنضالية بتاعت الحوافريت. سنة تمانية وستين. اه. حصل في مصر برضو نفس الكلام ده. نزلات معاوية وامراض صيفية. وكانت ساعتها بعد الحرب وعبد الناصر ومش عارفه وبتاع. وما فيش انترنت ولا بتاع. فكانت الاشعاد بتتنقل وكانت اساسا في خط القناة والشرقية بعد كده. يعني كانت الاحوال دي. فقال لك ده اسرائيل سممت المية. سممت المية زي ما تفهمش. انما المهم كان فيه قلق كده. فالوالدة اللي ارحمها. اه. رجعت الخبرات النضالية اللي اكتسبتها من اه وباقي الكوررة اللي ضرب مصر في الاربعينات انا ما اعظمت. الاربعينات. اه. وراح تنزلها بمتاحة شهامة كده وراح تجيبها برمينجانات. حد فكر برمينجانات يا جماعة. البرمينجانات اللي هي لونها كده. بتحط كم نقطة في شوية مية تقسل بها الخضار. ازا كان حد عايز يعمل حكاية دي. والمية ما تتشربش كده. المية لازم تتغلي. تتغلي تتغلي. يعني تقعد تبق بش بلق 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 مش تسخنها. تقعد تغليها شوية. وبعدين تغطيها وتسيبها تبرد وبعد كده ممكن تحطها في تلاجة وتشربوا كده. فده الغالي المدة كزا دي اعظن خمس دقايق ولا حاجة. عشان تقتل كل البكتيريا اللي فيها. ده ازا كنا بنتكلم احنا بنتكلم على تمانية وستين. حل? الكلام ده كان في تمانية وستين. هل ده اللي بيحصل دلوقتي? لان فيه كلام تاني انها لا ده المصرف بتاع المصب بتاع شركة كيمة حصل فيه مشكلة ورح ملوس المية. طب ما هي دعم نفس الزبالة يعني. ما هي نفس الزبالة. ما يعني. هل دي ينفع فيها الفلتر ده? ولا ينفع فيها غلايان المية? ما تعرفش. ودي مشكلة يعني. مش مشكلة احنا هنا في كندا والله يا جماعة احنا في كندا هنا بيحصل ان نص نص مقطعة كاملة يطلع وزير الصحة بتاع المقطعة يقول لهم محدش يشرب من المية يا جماعة لان لسد الفلاني في مشكلة في المصنع الفلاني يلوس المية. لمدة لما لما المية دي تخلص البقعة دي تعدي واحنا متابعينها. لما تعدي احنا ممكن نرجع تاني شوما. انما حاليا ما تشربوش مية من هناك. ودي بطيقى يوزعوا ازايز مية مجانا. لا يقول لك اغل المية. اه عندهم كلا انهم يقولوا كده. اه 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 اغل المية. فمصر محدش بقول حاجة وكأنها اسرار عسكرية واسرار عليا. والناس تموت موضع تاني عدم اهتمام عدم تقدير لأي لحياة المصريين. يعني هو اصلاح عندهم 100 مليون مش محتاجهم. يعني هو محتاج خمسة مليون منهم ويبقين كلهم دولة زيادة. ما يموتوا. ايه يعني لما يموت مثلا الف في اصوان ولا الفين في اصوان من الاسهال ومن الويلهم فشل كلا ويحد. فالتا عندك انهيار في البنية التحتية اللي بجادة. هم ليه مش مهتمين يعني مثلا ليه كندا بتعتم مثلا. عشان احنا بنا بقى احنا ان الناس تتعب. مش من مصلحتها ان الناس اه يجي لها اي معا. اه لان لان كندا مسؤولة عن معالجة الناس ببلاش مجانا للناس. انها في مصر انت تعبت اه تولع بقى معك فلوس تتعالج معكش فلوس تولع بجاز. ولو موت بخير وبركة ما ده احسن يعني. وبعدين اه حتى لو مات الف ولا الفين ولا تلات تلاف اصوان هتفرق ايه يعني هل المحافز سياد اللي هو اللي طالع مبتسم ده ابو شنباد ده. اللي هو المدرعات اللي المسيكين واسوان معرفش ليه. اه الدورة الجاية حيسقط في الانتخابات? لا. حيمسك محافزة تاني. ويجيب لهم لوا تاني. وخلاص وكله امانتم بخير وتحرقوا. ما هو لو حيسقط في الانتخابات الجاية زي ما بيحصل هنا. العمدة بتاع المدينة ولا وزير الصحة ولا حتى الحزب الحاكم في المقاطعة بيروح. لانه معرفش يواجه الازمة دية. زي ما حصل في الكوفيد. ما بيه ما حدش بيهتم. ما حدش بيهتم. ما انه ما فيش اي نوع من انواع المحاسبة ولا اي نوع من انواع الاقاب. فحيهتم ليه? فانت عندك انهيار في البنية التحتية اللي بجد. البنية التحتية يا اخوانا اقروا. البنية التحتية مش يعني كباري او علوية ورق وشوارع عربة حراطة. بين التحتية يعني حاجات كتير قوي منها تنقية المياه. والصحة. انت لعندك دي ولا دي. المية ضربت. الصحة مش مستحملة. فيها حتى صديقة بتقول لي امانا النظام الصحي يستحمل. لقد قلت له ما يستحملش حاجة انت عندك نظام صحي. قلت له على رأيك ده ما فيش ادوية. قلت له ايه انت انت ردتي على نفسك. ايه الكلام الفارغ ده. بنعمل مونورين في الصحراء. ورقنا نشرف ولا حد مهتم ولا حد بيسأل اللي خلفونا. بيقولك الكيلو متر بيتكلف مش عقفت بتميت مليون دولار باين ولا ايه. ليه في الصحراء. يا جماعة في الصحراء المونورين ده معمول علشان حتة الزحمة. توكيو. توكيو مثلا. علشان الارض ما تنفع يعني ما ينفعش نحط حاجة زيادة في الارض. فهو بنعملها على عميد علشان الناس تحت اصدر ماشي على الارض. توكيو كان عندها بروشيكت طموح جدا انها تغطي اليابان يعني نغطي توكيو كلها بالمونورين علشان المؤزمات بتاعتها. وبعد كده اكتشفوا انه غير عملي. غير عملي ليه? لان انت محتاج تعمل محطات على الارض. ما الناس مش هتنقط متدور التاني. انت محتاج تعمل محطات على الارض. ومش بس تعمل محطات على الارض. انت كمان محتاج تعمل مواعف للعربات للناس. حفيجي تركب فيها فلاقوا ان هم ما بيوفروش ارض ولا بتاعك. توكيو فيها عشرين كيلو متر فقط اليابان كلها على بعضها. في عشرين كيلو متر مونوريل. ومعمور فوق في حتك بقى ما ينفع. ما لهاش حال. يعني عارف ان هم عارفين انها غلط. وما بفقاش محطات. يعني انت بتعدي. انت بتعدي. انت بتعدي. ومبسطين دي. يعني اه يقول لك اه اه مصر والانجازات والبتاع. وانت الفلوس فعلا في عرض اي ماليم. يعني في مصر دلوقتي احنا بتتكلم ان اه مدبولي بيطلع يقول احنا وفرنا معرفش كمل اتنين مليار علشان ما نقطعش الكهربة. يعني هو اصلا معتعرف ان في مشكلة اه في الفلوس علشان الكهربة ما تقطعش. يعني احنا بنتكلم ان اه وصلنا لمرحلة ان احنا بفعرض اه اي جنيه ولا اي دلار علشان الحاجة ناسية. يعني يقول لك احنا دبرنا اتنين ونصف مليار دولار دولار عدم عودة انقطاع الكهربة. اللي هو اصبيح والله يعني المفروض دي كانت حاجة. والصفية دي دي السعودية دفع مش عقاف تلت ولا اربع شحنات غاز. ثمان تلتة او اربع شحنات غاز. وليبيا دفع عنا واحدة. اهو اهو. اهو. اللي هو الفلوس اللي جاي لك كده من بره. اه انت مش هتعرف تماشي الدنيا تلتة ايه. انا متكلم بجد يعني. اه اه اه. ومحدش يقول لان مصر مهمة. ده يعني لما تبقى دولة مهمة توصل للمرحلة دية. يبقى المجموعة اللي بتاعكم والناس اللي بتديرها بقر. مفروض انهم يتضربوا بالجزم. ويمشوا ويسيبوها لحد تاني. ما ينفعش ان دولة مهمة. وتو بيك تو فول. ومش عارفوا الهقس ده كله. والجياس اللي بيطلع على الجماعة المعرسين بتوع اللي جاني يقولوه. ان هو ده الحال بتاعها. انها مستنية فرمان من ولي عهد السعودية. ادي له سرة يا ابني ده. ادي له خمسة مليار. اهو. البترول نزل. والسعودية بتاخد. النهاردة. النهاردة. في هزا اليوم. السعودية بتعمل بتاخد فلوس من الهوت ماني. منزلة سندات. السعودية منزلة سندات بالدولار. سمينا السندات الاسلامية. ماشي. سموها ان شاء الله يا ربي. اهل الرسول. سندات اهل الرسول. بيلموا فلوس من بعض. ما يرحموا دين ابونا يعني. ده مش سمع كفادي. احنا وصلنا ان كل اسبوع كنا بتتكلم في مليار دولار اه اه سندات وبانز بتنزلها الحكومة. احنا النهاردة دخلنا في ثلاثة مليار دولار اه الشهردة. اه لا سوري. ثلاثة مليار دولار اه في فترة اللي فاتة. اه وبيتكلموا على اه 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 تخطط لبعديون دولارية في الاسواء العلماء للاشهر القديمة. انا بحب الصورة اي اه 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 احتقار ابن وسخة. الراجل ده بيحضره واحتقار ابن وسخة. والتاني عبد. عبد فعلا يعني. صورة بنت كلب. صورة بنت كلب ملاش اي لازم باستصح مية في اه صورة وسخة. زول. زول. اسزك ان انت فعلا ولا حاجة. اه. انت فعلا ولا حاجة. رئيس الدولة ناعس يوطي بوس ايه ده الراجل اللي بيسلفه فلوس. فعلا يعني. حاجة وسخة يعني ده معناه ان انت شحات. والمشكلة انه اه ايه? قالك احنا لازم نمشي الاخوان علشان الاخوان حيبيعوا البلد. والاخوان حضيعوا البلد. والتدخل الابنبي في البلد. وهو باللوقتي كل اللي بيحصل كل اللي اللقلو ع الاخوان. وانا مش بقول survivor acuan يعني هزال خد فتكين ما بلك اقول ان اخوان حيلوين يعني. الاخوان ولاد واسخة واللي موجودين ولاد ستين واسخة. اه اه هو كل اللي بيحصل ايه ده الوقتي احنا عملين نشحة وعملين بنبيع. عملين نشحة ونبيع. اه نشحة فلوس ونبيع اه فياراضة. ومخلاص توقول لك احنا بنبيع اه خمس مغاطف البحر الاخمر اه منها راس بناس. وعلى فكرة اللي فاكر ان دي حاجة كويسة يبقى ما بيفهمش. لان انت علشان تبيع مكان. المكان ده عشان حد ييجي يعمل فيه اي مشروع. لازم توفر له بنية تحتية. لازم توفر له طرق. توفر له صرف صحي. توفر له محطات كهرباء. يا وده بقى البحر اللحمج عندما حتاك توفر له مطارات كمان. توفر له حالات كتير اول فانت انت بكلفك كتير. يعني انت هتاخد منه المليار ولا التلاتة مليار. هتعمل بهم الحاجات دي علشان هو يرضى يعمل اي حاجة في البلد. ده غير اللي حيتسرق. اه 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 اه. فاي حد فكر ان دي حاجة كويسة. مبدئين هي هتحول المنطقة دي لمنطقة من العبودية. في ناس اغنية رايحين يصرفوا بالملايين. وناس عديد من مصر بيخدموا على الناس دي. انا اه واحد من الناس لما بروح اي حتة في الكريبي. هو كده. انا جاي من كندا. بقعد خمس اه اه اقعد اسبوع في اه فندق اه خمس نجوم. اه خدمة فوق الممتازة. اكل وصور بزي الفل. والناس اللي شغالين في المكان من اقل البلد بياخدوا ملالين. وبيعملوك كأنك فعلا ملك وهم عبيد. ودي حاجة مهينة جدا لاي حد يعني فاكرا دي حاجة كويسة. اه فهو بصو بتتحول لكده. حاجة وده اللي انا بقوله احنا في مصر فكرة السياحة اللي بتاعة المنتجات دي سياحة زبالة. زبالة زبالة. بعكس السياحة بتاعة المدن. اه سياحة المدن دي في عرفة اي بلد هي اللي بتشغل الدنيا ان انت سايح يخش يركب ميكرو باس يركب تاكسي يركب اوتوبيس يركب ميكرو. يجن في مطعم يشتري يخش سوبر ماركت. اه يخش يعمل شابينج في محل بازار وتفر يشتري سوبونيرز. اه يقعد في فندق. اه ممكن يقعد في اه موتال على فكرة يقعد في هاستل. يقعد في شقة من البيمين بايه كل الحاجات دي. فانت السياحة المدينة دي هم سياحة يعني فرنسا بيجي لها سبعين انا ايام ما روحتي يعني في الفين وست حاولت اعرف هو بيجي لها كم ساحة في السنة. طلع بيجي لها حوالي سبعين مليون واحد وهم عددهم سبعين مليون واحد. بيجي لهم ضعف ضعف عدد سكانهم اه اه قد عدد سكانهم في السنة. ودول مش كلهم يروح عدوا في نيس وكان وكانوا. لا. حالس يعني. بالهبات باك 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 باك. انا عدت في المون مارتر في اوتال نجمتين. والله عدت في اوتال نجمتين كنت باخلش بالواربك. يا باشا بونبرناس. اه بس وصرر نظيف وبتاقى وانا كل اللي بحتاج ان انام فيه بالليل وخلال. بخلاص انت طول اليوم في الشارع. اه طول اليوم في الشارع وارجع مهدوب طلع عيني علشان اصحة تاني اه. ما دي دي سياحة دبي ان انت تقعد في فندق وتنزل من فندق على المول. طب وبعدين. يعني اه. اصلا مشكلة ان 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 المسأل الاعلى للطعم الحلل اللي بيقعكم مصر هو دبي. ان ده يبقى المسأل الاعلى للدولة. انها تبقى عندها نطحات سحب جنب بعض كده. واحنا عندنا الصحرة. انت بتبني في الصحرة وعمل نطحات سحب جنب عشان الصورة بس. وعلى العالمين قافل البحر حتطعق شوية عشان برضو الصورة من البحر يبقى شكلها حل. الاقيت واحدة بتقول اهو ده المنظر اللي اجبني ما مش الحاجات بتاعت خالد يوسف. قلت الله وقلت ليك عمرك ما دخلتيها. يعني لما بصيت عليها لقيتها. يعني من احدى المدن المحافظات الواجه البحري. قلت ليك عمرك ما حتى ما روحت اسكندرية. بلى خيبة. اي كلام. ايه عجبها الصورة اللي فيها ابراجم ببعض كده زي دبي. كلام فارغ يعني. ناس ما. طب دبي واخدها من سنغافورة. طب سنغافورة بتاعك كزيرة صغيرة قد كده. حيعملوا. حيطلعوا لفوق. لا احنا ما احنا ما نتقلس تهم لأي حاجة. اه? اي حد يعني في فيديوهات كتيرة لناس عايشة برا. بتوقع تتلق على دبي اصلا. ومش اي ناس يا فاري لو تاخد بلك ان كان احنا شوفنا كام فيديو كانوا مهندسين معمريين وناس براية موضن. اقول لك ان الجزر اللي في المية دي دي في بيحة اصلا. اظن في واحدة منهم هما البحر اكلها. اول يقول لك لو انت عايز تعمل منظر ده انت ممكن تحفر في الارض بحيث ان يبقى المية هي الكتيرة والارض هي هي يعني تعمل كمان. الارض هي هي الاساس? مش هامل. لا انت عايز تعمل المنظر بتاع الشجرة ولا النقلة ولا معرفش ايه والحاجات الهابلة بتاعتهم دي. انت ممكن. بس هو طبعا انت بتروح تيجيب ناس من هولندا فحيقول لك يا الله بينا ايش تحنا احنا. يعني انا اعكاب على فوق وما فينا الكلوم بتاع هولندا اللي هم بيغضل البوردة كلام البحر. طيب وارزل هوا في ناس بتسترزع على حس المجانين دول. ايش تح. يعني انت واحد واحد زي اسمه هوركي باعدي ان الطيارة ما عرفش ايه في الصحة ومحسسنا ان هوا بيعمل انجاز. يا عام والله انت بتتكلم في ايه? طيارة بوينج قديمة اه آآ دي اللي اعمالة جدك مثلا ايه. هيكل طيارة بقى من مقبرة الطيارات لقلم للرياض عشان هيستعملوها في مهرجان الرياض الثقافي الجديدة. كل العلم عن رطاراتك مهكعة ومرمية في المقابر بتاعت الطيارات. جايبها من جدة ونقلها وعمالين يصوروها وست طلعا بالعلم. واحد كاتب يقولك شو بيحبوا بلدهم ازاي واحنا ما نحبش مصر. هوا مين اللي بنقله معلش يعني. هوا مين الاسرادين هوا اللي بنقله ولا جايبين ناس من بره. دول العمال فلبينيين والموهندس كوري. بالضبط. انت عمل تدفع بس انما انت معدكش اي تكنولوجي ولا اي اكسبرينس ولا اي حاجة. ما ده موصلنا للجماعة دول ما تيجي نضحك شوية على المشايخ بتوانا. والله انا مسحية الصبح لقيت ايه. انا كمان وحياتك. انا عد يوم مش فاهم. انا عد يوم مش فاهم. انا المنظر ده واحد مدهن. انا بالنسبة لي ده واحد كده كل يوم يدهل نفسه بشوية زيت وبتاع علشان يطلع شكله انا شكله بالنسبة لي مش طبيعية. وبعدين عدت مش فاهم الصبح انا اه الطريقة التجانية والتجاني. وبتاع. وانا مش فاهم اي حاجة فانا سألت بقى وفي ايه طلع ان فيه واحدة بنت كده واضح انها كانت من مريدي. وبتروح طلعت معاها وطلع ان هو بيتحرص فيها. ودي حاجة. العيلة كلها من من اتباعه. من اتباعه. ودي حاجة الحقيقة انا بالنسبة لي ما استغرطاش لان انا عارف الخارة اللي بيعملوه كلهم. واغلق الستات والبنات في المنطقة العربية بيحصل لهم كده. انا شخصيا اعرف كاهن كده. معرفة شخصية. اه. والكنيسة صفرته على انجلترا عشان الناس تنسى ورجعته تاني على فكرة. نفيش ايه مشاكل. اه نفيش ايه مشاكل. وطبعا الكلام ده منتشر في كل الديانات وكل الاماكن والبلاد. الفكرة الناس في مصر متخيلا ان الحاجات دي فردية. والله ما فردية دي معنا. الحاجات دي. ده العرش. هيو الاصل. بس انت ما بتسمعش عنها لان الستات بتخافت الكلب. وهو ده الغريب يعني احنا انت لو اعدت في اي غرزة معلش ثقافة شعبية شوي. لو اعدت في اي غرزة او اعدت مع اصحابك ولاد البلد. هتسمع كمية نكت عن المشايخ وعن انهم بتوع بيدوفيل ومش عارف ايه وبتاع بالهبل. بما يوحيي لك انها دي حاجة معروفة يعني المعروف المسكوت عنه. يعني كل الناس عارفة الكلام ده وكل ناس بتطمش. تعالي يا ابنتي شو في السبحة بتنور في الظلمة ومش عارف ايه وكلا. ما كل الناس معنا النكت دي. وهي بتدل على واقع معين. هو اللي يمكن الاستغراب له ناس كتير. هو نفوذ المشايخ الصوفية ده. وده انا ما استغربتهاش قوي. يمكن تجربة شخصية. يعني انا ابو الله رحمه كان بيشتغل في بنك مصر وكان في يوم من ايام ماسك فرع الموسكي. وفرع الموسكي ده مهم جدا لان هو ده القلب التجاري بجد لمصر ايامها يعني في الستينات والسبعينات. هو الموسكي وتجار الموسكي والتجارة التجزئة والكلام ده كله. كان هناك فكت علاقته كويسة اوة بكبار التجار اللي ناس منهم كان بتعلمهم على ناس في التلفزيون وبتاع العطارة والكلام ده كان يا بنك مصر بيسلي فلوس وجاملهم كمبيلات وكلام من ده. فحضرت معاه مرتين. مرة مخدتش بالي اول مرة التانية كنت اكبر شوية اللي هي واحد من الكبار التجار دولا عامل حضرة او مستقبل او اعتبر يقولت اا مستضيف احد كبار مشايخ احد الطرق الصفية او هو كبير بتاعهم بساعتها. واقعدوا يتكلموا. وبعان كان فيها اكل كويس وفيها اكل اللي هو التقليدي بقى الفتة ومش عارف ايه وبتاعه وتشرب لابن رايب وحاجات كده وبلح. وبعدين كان فيها ده وده الي عجبني بصراحة واحد بيمدح الرسول مدح صوته حلو وبيقول وبيعيد وبيزيد وعجبني من ضمن الحاجات اللي اتقالت انه مش فاكر هو اللي حاكى ولا حد من اللي حواليه انه الراجل لسه جاء من المغرب فانا ماتي عاتي ايه المشكلة ريكب الطيراء جاء من المغرب وصل نزيل قالك لا ده هو صلى معانا العصر راح المغرب ورجع علشان يحضق يعني ده هو بيقول للمستضيف ان الراجل كان معانا صلى معانا العصر وراح المغرب صلى معاهم هناك ورجع مخصوص علشان يحضر يعني فده ده بركة كبيرة يعني وبتاع فلاقيت اواما بمصلك وسيكل وما طلعنا هو قد دي اللي علق عليها قال لي رأيك في اللي بيروح المغرب ده قلت له ايه يعني انا ما فهمتش يا بابا هو ايه بالزبط لا يعني انا ما فهمتش هو ايه لحيك قال لي لأ ده يعني ان هوا من اهل الخطوة اللي بيروحوا بقى بيبقوا مكانين في وقت نفس الوقت وبتاع قالت له نعم قال لي ولاد وسخة نصبين واللي بهاي من اللي عادة تسمحهم منه المستشار ومنهم اللي هو في الجيش ده عالم ولاد بقى ابو يا بقى ابن بلد قال عالم ولاد وسخة كلهم اللي عادين بالمشايخ بهم لمص يا خالد لما تلاقي واحد بيقول قال الله وقال الرسول عرف انه نصب على طول فبحكي لخالي قال لي يا راجل يا طيب يعني ده ربنا نزلها في القرآن لما اخد الرسول من مكة للقودس نزلت في القرآن ده بيروح المغرب ويرجع في نفس اليوم فهو احنا عندنا الطرق الصوفية دي يعني متغلغلة وفي ناس كتير قوي بتسمحها والكلام انا عايز اقول لك ان انت اللي هتقوله ده موجود بالcopy and paste في الكنيسة بس هم 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 سميها انت هم بتقول اهل الخطوة هم هم في الكنيسة الابطية مسميها السواح اللي هو ان انت هاي بقعد معك دلوقتي وبعدين في لحظة يروح حتة تانية وبيمشي باكتر من سرعة الدوق على فنك لا واللي يقولك ده في مكانان يعني في ناس بتحلف انه هو بيصلي معاك العصر في مصر والمغرب في نفس التوقيت كان بيصليه في العراق مثلا بتاع ماشي يا ام واذا ستويلون وفي الاخر ايه قالولو هو عرض عقشا لا والتابع اللي بيحكي ده يعني هو بيعظم مولانا الشيخ اللي قاعد على الكنة بقى عالية كده احنا كلنا عادين على الارض يعني بيقولك فيها مستشارين ولوقات في الجيش وقوابويا ومدير بنك ومش عارفهم بتاع وفيه اتباع بقى لبسين جلاليب وبتاع وراء فالبهوات اللي عادين قدام كلهم بيسمعوا الكلام ده ويتميلوا يعني شوف ازاي معا دمويا فقد البصاصلي كده يعني كان ناس شخوره خلي بالك بس عشان بقى عارف يعني فيه ناس اللي هي مسميين نفسهم مجددين وعايزين الديني يبقى حال وكيوت وبتاع فبيقولك ان النموذج الصوفي هو احسن من النموذج السلفي فاحنا عايزين الناس تبقى صوفية مش سلفية علشان دول بيبقوا دولا متفتحين اكتر ومو بيحبوا البشر ومو بيحبوا يلا هم طلبتوا عياله وبينط على البيت اللي جاية عنده امانة عنده فالنموذج عاليفة التانية يروح قال له اسكوت يا بتاع عشاء اطلع ابوله بتاع يا بتاع عشاء اطلع ابوله اطلع على رأسكو باضحة محدش يوعد يقول لي انتو امين فيكو الاحسن يعني فاق يا ارحمه دي امي يعني يا بس انا عجباني اوي من هات في الحواجب والميك اوب اللي عام اقول لك ده راجل وبعدين اطلع بقى بس ما تقولش راجل بس شاكره ملوش اطلع في بتنجان هم في ناس عالك فيه بيه ستات قالت له انت ايه روتين البشرة بتاعك ويقول لك احلى من العمر ومش عارفهم بتاع اللي عزيبه على بقى تخش النهار جد عجف ده لو فيه نهار ده ده بروس عام لما ننقل من الفقرة الدينية بس جيه خبرين من زراف جدا ومعرفش كيف يعطلون طول كusic wichtige وهم يعني شايفين عادي جدا يعني مثلا الخبر ده بيقولك ايه ااااااااا ei انا انا ايردع اخاف الامر يشارك في ندوه علمي توقيت وبالنسبة لملل بنace بالنبوه والشريك انا اريد ان اعتقدن كدحدكم ان الجامع على القاموة يا الباح Aunt انا اشات ان اعرف ايه ده ضمنها YES علم علمك يا بيه والله تهو عمل بش ازاي هوا ولا دuled علماء الامة لا ماشيون ان اسرايل مالعان اللباس احنا مفيش قال فمهزمة ان اسرايل مالعان اللباس عايزة ارديك برضه ايه؟ مش خبر يعني فيه فيه ناس مقتنعة تماما ان الدنيا زي الفل ومصر بخير يا جماعة فبيقول لك ايه ان بقى ايه؟ لان الصورة جميلة جدا بيقول لك ان المصر اسمه ايه اقول معايا انت شايف لا استنى انا شايف النظر العلمية لسه ايوه ان المصر تصلم بقاس المهاشر العالمي للامن السيبراني ده انا فشاخت اللي قالها دي على الفيسبوك اول انت عارف سيبراني دي يعني ايه اساسا يعني مش عيب لما راجل محترم زي كلمتين دولار وبعدين سيبراني ايه عم ازا كنت بيقول لك ادفع خد المخالفات بتاعتك اونلاين ما بتعرفش ادفع غرامة عشان تباعدش تقولي سيبراني يا اما مرأة الكهران بتقطع وتقولي امن السيبراني انا صلي عدابي خليني بكرش يجيب ست الولدة انت عزالة وبعدين يتلع لك بقى ايه بناسبة الامن السيبراني والتكنولوجيا وبتاع رئيس جامعة الاظر بيقول لك حنادنس ان شاءت كل يال زكاة الصناعية انتو عندوك خلاق طبيعي هتعمل زكاة الصناعية معمورة ايه عالجوا الغباء بتاعكم الاول ما اريد كما ندفع والله لو جدنش ممكن طبعا انا اولا في طالعة فتوة ان الزكاة الاصطناعية ده حلال انا باسأل انا باسأل بجد هتطالعة فتوة ان ده حلال يعني لما اسمع صوت واحدة ست سيكسي في زي جيمني جاي بالتليفون جديد قال لي مبروك مبروك يا معالم ومحتاس بيه اللي هو الجوجل باكس ده ومعايا اه جوجل باكس اه بكلمها وبتاعه حاجة اخر حلوة دخلت في القناة الثلاثة وعشرين ومحتاس حست القبل ضعه مني معرفش اجيبه المهم انا بجيغل هزر هعمل لك بقى جهاز كده حلو كده اه انا خميه زمزم مازا زمزم تو هاخد الجوال الزمزم تو ده يبقى حلو بتاعه عليه واحد كلام لو بعدين ايه يطلع لك برضو اه بوست كده غريب ما تفهمش مين الحمار اللي كتبه اه ومنشور في الجريدة يعني افروه انها مشهورة يقولك كيف تتعامل مع الطفل الملحد ده نفتص على رحمة جهك اولا يعني ايه طفل ملحد هو بص ان الخبر قبل ما يطلع كده كتبه كيف تتعامل مع الابن الملحد فهو الهدف مش معناه طفل عنده الخمس سنين هو الهدف انه هو عندك ولد مثلا عنده خمساشر سنة عنده ستاشر سنة وبيفكر وبتاعه وواجه دماغك بالاسئلة بتعمل مع ايه وعلى فكرة فيه اطفال كتيرة عندها عشر سنين وتمان سنين وبتاعه تقعد تحكيلهم القصص بتاع الزمان دي يومك في حاله اه مش حاله تقبل الكلام ده انت عايز تختبر المعتقداتك الدينية والميثولوجي بتاعتك اذا كنت مسلم او مسيقي يعني دينات الابراهمية كلها احكيها لطفل اه بالزبط هتلاقيه ابسط حدا خالص هيقولك هو مين اللي جاب ربنا مين اللي خلق ربنا لا ده غير كده هيقولك هو ربنا نوتي او بيئة الاطفال ليه مسلا فكرة الطفان ولا فكرة الضربات العشرة بتاعت نوسى والمصريين وليه ربنا هيقتي الاطفال بسيطة اه وده موجود محدش قدر ينكره فهو يقولك بقى ايه اتكلم معه بهدوء بس بقى عن المنياشات لأفكار التي يربيه اما اللي اعمل ايه يعني 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 يقولي الكلام ده اقوله الجاب جميل لا شوفت نمرة السابعة نمرة السابعة دي ده ادي لي منومات علشان ما شربوا حشيش ه ه ه ه ه ه somebody مش عاني واللي كان ده работает putsه الدكتور نفسي ما عاربش ازاي بنفسي ده مفروض ان تساحب منه الرخصة الترغي جدا يا يقولك لا بص واجد افكاره بالحجة في بعض الاحيان يعني مش دا من يعني متكلموهوش هو عارف قوي ان انت لو لو جبت تتناقش معاه مش هتسلم. هيفشحك. مش هتسلم. انا بقول لك اختبر معلوماتك ومعتقداتك الدينية حاول تناقش فيها طفل عنده ست سنين. ان ما فشخخش على اخر قاعدة ما بقاش انا خالد كاف. انا مفيش. حسنا فشخت. المسح وقرمت الارض لما حاولت ان انا في علوم بقى احنا مسلمين ومش معارفة وبتاع اتبهدلت يا باشا اتبهدلت. الحاجات دي لازم تتاخد وهم طغيرين قوي علشان علشان يبلعوها. اللي هو قبل ما يبطني يفكر. بالترديد وبعدين انها ترتبط بالعيد وترتبط بالاكل وترتبط بالنكراح الكنيسة مثلا وحتقابل اصحابك وبتاع يعني ترتبط بيه تبقى فيه رابطة. ما تنفعش. اه غير كلا ما تنفعش يعني. اللي هو نزام دق جوا دماغهم. اه. وقل وبعدين بعد شوية تقول لما يسألك سؤال بقى صعب بتقول له لا. اه حرام. اه ما تبتسألش. اه. اه. قبل ما نقفل بس عايزة شير شوية صور كده ده كنش كندريا. حاجة ما اصير الله. ده كنش كندريا المفروض. اللي هو كان فصح زمان يعني كان واحد من اهم الفصح اللي انا بعملها في حياتي يعني في اسكندريا ان انا اطلع اتمشي على البحر. يطلع اتمشك. يطلع انا اصحابي ناكل شوية دورة. اه. يطلع اجري. اه. ده عرضه تلاتين سمتي. اه. ولا حاجة يا عم. لو فيت. لو فيت اتنين مشين مش عارفوا. ما مش عارفوا. مفيش يعني. يعني لازم لازم الراجل يبقى في الشارع معرضة للعرباء. اه. حاجة وزخة يعني. حاجة وزخة. اه. يعني فعلا حاجة تحزن يعني. وطبعا الحتة اللي هي. اه. فيها رصيف هتلاقي فيها خوازيق. مش 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 شايف البحر اصلا. اه. 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 المدارس دخلت والناس بتحيل عمود دلوقتي مش العلاق. انا عجبان يا اوال هيكاية دي. لا بس شفت ده اول يوم مدرسة والارض زبالة. اه. 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 ده غير العيال اللي كانت بتفتش العيال لو معها حزازها. لا 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 بص. انا عايزك تبص على البيوت اللي حواليها. اه. مأسايا. القبح اللي في مصر غير طبيعي. مأسايا. اي طفل يقعد طول حياته بيحيي عالم فاضي. اه. في الحوش مليان تراب وشخخ وقطط وكلاب وبتاع. وهو ده المنظر اللي بيبص عليه. الطوب النايه ده. الطوب الاحمر ده. اه. وده وده المفروض معمول علشان الناس اللي عندها الكرسي بعجل. ده 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 اختبار اولمبياد على فكرة نحن. اعم هو ده علشان ما هو ما عشان كده احنا كسبنا الاولمبياد في اله في القافزة من. انا اهو مرة شوفها بصراحة دي. سلام الله ما مزخرة يعني وأخيرا الأهلي اتكسب الدوري بعدما الدوري بتاع السامن اللي فاتت لسه خلصان بعدما دوريات أوروبا في الموسم الخالي دوريات تخلص يعني لعبه خاص باتشاط وابتادوا يلعبوا الدوري الأوروبي والشامبيونز ليجو بتاعه وإحنا لسه منخلص الدوري والدوريات كسر الدرع الجديد الأهلي اخدوا وكسروا اه لا 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 ناس شايفا ده عادي مش عادي والله ده مش عادي مش عادي مش عادي يعرفوا فاكر النسل يعني هي الملخص البلد هو النسل المطبق اللي كان ورا الرئيس بل الزبط اخد كده قدامه ايش يا معلم خربناها از يوجول از يوجول يا ربي عادي بس من لجمة الامتحانات اشتع عليك هيا عادي يا عم هيا رح فين يلا بينا مرامي على خير مرامي على خير نداري زيوني مرامي على خير مرامي على خير